بسم الله الرحمن الرحيم اليوم خامس إن شاء الله منحل أسئلة الوحدة في وحدة الصوت صفحة 73 خليكم معاي نتبع سؤال سؤال أول سؤال ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لو اطلعنا على أول سؤال وظيفة سيوان الأذن سيوان الأذن اللي هي الجزء الخارجي من الأذن ألف إمرار الصوت تجميع الصوت جيم الاهتزاز طبعا كنا منعرف أنه سيوان الأذن وظيفته تجميع الصوت اللي هي فرع ب الخيار ب جزء الظاهر من الأذن هو طبلة الأذن ولا القناة السمعية ولا سيوان الأذن طبعا الخيار هو جيم اللي هو سيوان الأذن هذا الجزء اللي يكون ظاهر من الأذن دائما تلاتة عند سقوط الصوت على سطح أملس حكينا دائما السطح الأملس يعكس أسرع بينما السطح الخشن يمتص أكتر فإن معظم الصوت ألف ينعكس با يمتص جيم ينفذ طبعا الجواب ألف لأنه ينعكس أربعة الخصيصة التي يميز بها صوت الدف والناي هي بدي أميز نوعين من الأصوات إذن هي الجواب رح يكون با نوع الصوت خمسة يقف حسان في ساحة المدرسة على بعد ثلاثة متر من السماعة بينما عدنان يقف على بعد أربعة متر من السماعة نفسها ما يسمعه حسان وعدنان يختلف فيه واحد قريب من مصدر الصوت وواحد بعيد عن مصدر الصوت أبعد طبعا هاي حسان رح يسمع بشكل أوضح بينما عدنان رح يسمع الصوت بشكل أقل وضوح هذا بسميه ألف الدرجة با الشدة وجيم النوع طبعا الجواب رح يكون شدة الصوت اللي هو فرع با نجي للسؤال الثاني عين في الشكل عنا شكل صور زي ما انتوا شايفين عنا صور صور ومننا نحكي مين هي اللي عندي تلوث صوتي لو طلعنا على الصورة ألف في عندي صوتي طائرة با صراخ طفل طفل ببكي جيم صوت عصفور ودال صوت الجرافات اللي الشغل طبعا في الأراضي هلا منيجي منتطلع وين عندي تلوث صوتي اللي هي ألف وبا ودال لأنهم كلهم أصوات مزعجة بينما صوت العصفور طبعا لا يعتبر تلوث صوتي نيجي للسؤال الثالث بين كيف ينتقل الصوت من عصفور يغرد إلى أذنك من عصفور يغرد إلى الأذن خلينا نتبع الخطوات مع بعض عندما يغرد العصفور رح ينتشر طبعا صوته في الهواء ينتقل في الهواء فيتم تجميع الصوت من خلال سيوان الأذن سيوان الأذن يعمل على تجميع الصوت اللي بدوره ينقل الصوت إلى مين القناة السمعية ثم إلى طبلة الأذن هون انتهت عندنا الأذن الخارجية الآن طبلة الأذن رح تهتز عندما تهتز رح تعمل إيش اهتزال للأذن الوسطى ثم إلى الأذن الداخلية اللي هي رح ينتقل الصوت إلى العصب السمعي ثم إلى الدماغ اللي بيميز وبدرك هذا الصوت لو جينا للسؤال الرابع فراغات ينتقل الصوت أسرع ما يمكن خلال الأجسام الصلبة اتفقنا أن الصوت في الأجسام الصلبة بيكون أسرع ما يمكن وأبطأ ما يمكن خلال الأجسام الغازية إذن الحالة الغازية بيكون أبطأ ما يمكن نيجي للسؤال الخامس أعطاني جدول أعطاني جدول وأعطاني سرعات لكل مادة من هاي المواد في أوصات مختلفة عندي الحديد وعندي هواء وعندي ماء إذن مادة صلبة وماادة سائلة وماادة غازية حكينا دائما يا خامس أن سرعة الصوت تكون في الأجسام أو في المواد الصلبة أسرع ما يمكن ثم السائلة وثم الغازية فلو اطلعنا على أول سرعة الحديد مادة صلبة رح تكون أسرع ما يمكن اللي هي خمس آلاف ومئة متر في الثانية اللي هي الحديد السرعة رح تكون خمس آلاف ومئة متر في الثانية بينما الماء المادة السائلة رح تكون ألف وخمسمائة متر في الثانية والهواء أقل شيء اللي هو تلتمية واربعين متر في الثانية آخر سؤال بحكي لنا نفترض أنك عضو في مجلس البرلمان الطلابي في المدرسة واجتمع المدير لبناء صالة رياضية فإيش بتقترح عليهم على المجلس حتى نعمل جدران ماصل الصوت في هاي الصالة حتى ما يكون فيه صوت إزعاج على باقي الصفوف والمدرسة طبعا نقترح أنه نغطي الجدران بفلين أو خشب أو خيش اللي هو لامتصاص الصوت ومنع انعكاسه هيك يا خامس بنكون خلصنا أسئلة الوحدة صفحة 73 و74 و75 المطلوب منك تحل السؤال وجوابه والإجابات موجودة عندكم بتحل بتكتب السؤال والإجابة ودراستها إن شاء الله يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر